السلام عليكم مشاهدين يختار الكثير منا ركوب الطائرات بشكل خاص للحصول على الراحة المطلقة لكن هذا لا يعني أنها آمنة تماما فلكل وسيلة نقل خطورتها والطائرة واحد من أخطرها إذ إنك تكون في الهواء على ارتفاع عال جدا وهذا يجعل التوابع وخيمة أيضا اليوم سنعرض لكم لقطات لطائرات وهي تهبط لكن ليس هبوطا عاديا فلنشاهد 1- مهبط حاملة طائرات عملية الهبوط تعتمد على شخصين الطيار وشخص في المطار مسؤول عن مساعدة الطيار للهبوط في المكان والوقت المناسب وأيضا بالطريقة المناسبة في الكثير من الأحيان تسير الأمور بشكل جيد لكن في أوقات أخرى تحدث كوارث مثل هذه اللقطات التي التقطت من على حاملة الطائرات الأمريكية USS حدث هذا السقوط المروع للطائرة في الواحد والعشرين من أغسطس عام 1984 إذ استضمت الطائرة بالحاملة بهذا الشكل الشنيع ونتج عن ذلك موت الطيار الذي كان يبلغ من العمر 24 عاما فقط 2- مطار بارو الدولي في بوتان مطار بارو الدولي إنه الوحيد من نوعه في مدينة بارو ويعتبر أخطر مطار في العالم كله إذ إنه يقع على مكان شديد لانحضار في جبال الهيملايا بجانبي أنه يقع في منطقة جبلية فهناك أيضا العديد من المنازل القريبة منه وهذا يعني أن أي خطأ لن يتسبب في الأذى لراكب الطائرة فقط بل أشخاص أبرياء يجلسون في منازلهم بسلام أضف إلى ذلك أن هذا المدرج يرتفع عن سطح البحر بـ 1.5 أميال فقط أما عن طوله فيبلغ 6500 قدم ومن هنا يأتي لقبه الثاني كأقصر مدرج طائرات في العالم إذا أردتم النصيحة لا تذهبوا إلى هنا كمهما كلفكم الأمر يؤصفنا أن نبلغكم أن الطريقة الوحيدة للوصول إلى جبل أغريست هي المرور بمطار اللوكلا بنيبال إذن فعليكم الهبوط في واحد من أخطر المطارات في العالم للوصول إلى أخطر جبل به إنها رحلة محفوفة بالمخاطر لكم أن تتخيلوا أن هذا المطار يقع على ارتفاع 9500 قدم عن سطح الأرض مع طول مدرج يبلغ 1729 قدم تقريبا والأمر الأكثر إثارة أن نهاية المدرج عبارة عن منحدر جديد الخطورة على ارتفاع 2000 قدم أما عن الطرف الآخر للمدرج فتجد حائط صلبا ففي حال أنك لم تهبت بشكل مثالي عليك الاختيار بين أسوأ الاختيارات في عام 2019 مهد ثلاثة أشخاص إثر حادث طائرة على هذا المدرج أربعة كورشوفيل ألتيبورت دعونا نسافر من نيبال إلى فرنسا لكن بالطبع دون الاستعانة بالطائرة فكل المطاران خطيران جدا فمطار كورشوفيل لا يكفيه أنه يمتلك مدرجا قصيرا بطول 1788 قدما فقط بل يقع وسط الجريد فهذا المطار يقع في جبال الألب لا ندري حتى كيف وقع الاختيار على هذا المكان بالتحديد فالطيار لن يواجه الجريد فقط بل سيواجه المتزلجين ومن الممكن الاستضام بهم بكل سهولة كما أنه سيواجه العواصف والطباب نهيك عن الانزلاق على طريق المدرج عند وجود جريد عليه وكثيرا ما حدث هذا إذ يفقد الطيار السيطرة على الطائرة ويجد نفسه مصطدما بجدار من الجريد كما حدث في فبراير عام 2019 أيضا لكن لا تقلقوا لم يتأذى أحد خمسة مطار جبل طارق تحدثنا في الفقرة السابقة عن اختيار أماكن المطارات وكيف أنها سيئة علينا إخباركم بأنكم لم تروا شيئا بعد تخيل أنك تقود سيارتك في شارع مزدحم وفجأة تجد طائرة تسير في منتصف الشارع لا بد أنها صدمة كبيرة لك أليس كذلك؟ لكن هذا ليس مزاحا على الإطلاق فهذا يحدث حقا في مدينة جبل طارق حيث يقع مدرج الطائرات في منتصف المدينة تقريبا وعندما تمر الطائرة تقف حركة المرور بهذا الشارع لذا فهو المطار الأكثر رعبا في أوروبا في الماضي كان هذا المطار مجرد مطار طوارئ للبحرية البريطانية واليوم يتم نقل البضائع وجلب السياح إلى شبه الجزيرة الجميلة على حافة أسبانيا مطار خطير آخر يقع في أوروبا نحن الآن نتحدث عن مطار مديرا الذي يقع بالقرب من مدينة فونشال التي تعرف بكعكة مديرا وهذا لأنها بسقط رأس واحد من أفضل لاعب كرة القدم وهو كريستيانو رونالدو لذا تم إطلاق اسم اللاعب على المطار عام 2016 دعونا ندخل في صلب الموضوع يبلغ طول المدرج 600 متر فقط هل تتخيلون؟ هل تذكرون حادث الطيران البرتغالي المروع الذي حدث عام 1977 لقد حدث في هذا المدرج وهذا الحادث هو الأكثر دموية في تاريخ البرتغال والسبب في هذا الحادث هو قصر المدرج إلى جانب أنه يطل على الهواء لذا قاموا ببناء جسر لتمديد المدرج والحد من الحوادث والمخاطر لكنه لا يزال واحدا من أخطر المطارات في العالم 7- مهبط طائرات ماتيكين هل تعتقدون أن أعالي الجبال مكان مناسب لبناء مهبط طائرات؟ لا ندري ما الذي يدفع هؤلاء الناس إلى فعل ذلك هذا المهبط يقع فوق أعلى الجبال بالقرب من لسودو الأفريقية يبلغ طول المدرج 1312 قدما ويقع الارتفاع 2000 قدم وهنا لم يواجه الطيار الجبال فقط بل إن الرياح غالبا ما تكون شديدة هناك مما يؤثر على حركة الطائرة بشكل كبير كان هذا المطار دوليا حتى عام 2009 حيث تم وقف الرحلات الدولية واقتصرها للنقل المحلي فقط 8- مطار كونغون هاس من أكثر المطارات المزدحمة في ساوبولو رغم أنه من المطارات الخطيرة بسبب مدرجاته الزرقة بسبب هطول الأمطار الغزيرة هناك من المفترض أن يتم إلغاء الرحلات عند هطول أمطار بهذا الشكل وإلا سيحدث مثل ما حدث عام 2007 إذ اصطدمت طائرة Airbus A 320 بالمستودع المحلي بالمطار بسبب طول الأمطار الغزيرة وكانت النتيجة وفاة 187 شخصا كما كان هناك 12 شخصا على الأرض أيضا لاقوا حدفهم في تلك الحادثة كان لابد من حدوث كارثة ليتحرك القائمون على العمل في المطار حيث قاموا ببناء أخديد لتصريف مياه الأمطار لكن هذه الجريمة لم تمر هكذا حيث تم منع الرحلات الدولية من المطار إلى جانب تحديد حجم الطائرة التي ستهبط به إلى جانب القيود التي فردت على المطار أيضا في جدول الأعمال كبرنا وما زلنا ننظر إلى الأعلى عند سماع صوت طائرة تحلق في السماء فهذه اللحظات لها شعور بالرضى يختلف عن أي شعور آخر هذا ونحن نراها عالية في السماء فما بالك إذا كانت تحوم فوق رأسك مباشرة هذا ما تستطيع الحصول عليه في مطار جزيرة سيكياتسوس اليونانية حيث يقع المطار بجانب الشاطئ ورغم أنه المطار الأكثر جنونا في العالم فإن السياحة يتهافتون عليه سنويا ليعيش تلك المغامرة أو ربما لالتقاط صور فريدة من نوعها ووضعها على حسابهم الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعية ألا تريد ذهاب إلى هناك أنت أيضا؟ اخبرنا في التعليقات يقع مطار كايتاك بهونغ كونغ وعلى خلاف المطارات الأخرى يقع هذا المطار بين عدد هائل من ناطحات السحاب ليس ذلك فقط بل هناك جبال في ناحية الشمال وعلى الرغم من أن رؤية الطائرة من نافذة منزلك بهذا المطوح أمر جميل فإنه خطير جدا فعندما يسوء التقصو سيكون الصدام الطائرة في أحدى ناطحات السحاب أمرا محدوما والاختيار الثاني ستكون الجبال من دون شك في الحالتين الأمر في غاية الخطورة تحتوي القارة القطبية الجنوبية على البطاريكي والحيتان وغيرها من الحيوانات التي تتحمل درجات الحرارة المنخفضة حيث تصل درجات الحرارة هناك إلى 89.6 درجات مئوية تحت الصفر إذا أردت الذهاب إلى هناك فستجد المدرجة هناك مصنوعا من الجديد أيضا ولا يوجد هناك مدرج واحد بل ثلاثة في قاعدة ماك موردو وجميعها يغطيها الجديد فلكم أن تتخيلوا مقدار الخطر الذي يحيط بمن يسافر إلى هناك 12- هبوط الرياح المتقاطعة المقاطع التي تنتشر على شبكة الإنترنت تعرض طائرة تتأرح بسبب الرياح ليست مقاطع وهمية لأن هذه المشاهد حدثت وتحدث بالفعل هبوط الرياح المستعرضة عبارة عن مناورة هبوط يكون فيها أحد المكونات المهمة للرياح السائدة متعامدا مع خط وسط المدرج ولا يجب أن نغفل الجهد الكبير الذي يبذله الطيار أثناء عملية الهبوط 13- مطار جوانشو يرسكين يقع هذا المطار في جزيرة سيبا وهو صاحب أكثر مدرج مطار تجاري في العالم حيث يبلغ طوله أربعمائة متر فقط ليس ذلك كل شيء كل ما يحيط به خطير سواء كان المحيط أو المنحدرات الجبلية ليس من الصواب أن يقود الطائرة هناك طيار متدئ فالأمر سيكون بمثابة كابوس له فالأمر لا يحتمل الخطأ لذلك لا بد أن يكون الطيار محترفا حتى يستطيع الهبوط بسلام من هذا المطار المخيف 14- معجزة هبوط رحلة طيران ألوها 243 كان الكابتن روبرت شورينثيمر هو الطيار لهذه الرحلة التي كانت تتجه نحو هونولولو عندما تمزق جزء من سقف الطائرة في الهواء على ارتفاع 24 ألف قدم ويقولون أن السبب إما ضعف المعدن أو زيادة الضغط داخل الطائرة لكن المهم هنا ليس السبب الانفجار بل العمل البطولي المذهل الذي قام به الكابتن الذي استطاع الهبوط بسلام بجميع الركاب رغم صعوبة الموقف استطاع بحرفية غير مسبوقة بالهبوط في مطار كهولي في ماوي ومما لا شك فيه وجود جرحة لكن لم تحدث إلا حالة وفاة واحدة وكانت مضيفة طيران لا نستطيع إنكار أن الأمر كان مأساة لكن إذا لم يكن الطيار بهذا الثبات الانفعلي لكان الأمر أسوأ مما نتخيل قصة نجاح مماثلة للقصة السابقة حيث كانت هناك رحلة جوية من نيويورك إلى شارلوت في كارولينا الشمالية في الخمس عشر من يناير عام 2009 كان كل شيء طبيعيا أقلعت الطائرة إيرباس 320 بعد مروري الست دقائق اصطدمت بسرب من الأوزير كندي وبعد فقدان الدفع من كل المحركين قرأت طيار الهبوط في النهر لأنهم غير قادرين على الهبوط في أي مطار مهما كان قريبا وبالفعل هبطوا على الماء وخرج 155 شخصا بسلام كما أن الطائرة كانت سريمة إلى حد كبير وقد حصل الطاقم على ميداليات تقديرا لهم عما فعلوه في هذا الموقف العظيب لا شك أننا رأينا مشاهد صعبة في تلك الحلقة لكنكم حقا لم تروا كل شيء انظروا إلى هذه الصورة لكم أن تتخيلوا كم البشر الذين فقدوا حياتهم في هذا الحادث سواء كان داخل الطائرة أو داخل المبنى نفسه الذي دخلت به لسوء الحظ لا توجد أي معلومات عن هذا الحادث فكل ما نعرفه أنه حدث في بورتريكو فإن كان لدى أحدكم أي معلومة عنه شاركونا إياها في التعليقات هذا كل ما لدينا ونتمنى لكم رحلات طيران ممتع نراكم في مقاطع مقبلة لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بكناتنا شكرا